بداية دكتورة لو بنسأل شنو هي المدينة الصحية كمصطلح المقصود بالمدينة الصحية هو أي مجتمع حضري يتم فيه تركيز الضوء على الارتقاء وتحسين الصحة من خلال العمل داخل المجتمع بتخطيط ذاتي من المجتمع بتمويل ذاتي بحيث أن هذا المجتمع يكون قادر على أنه يقوي من رصيد الصحي ويكون قادر على أنه يتعامل مع أي طوارئ أو مستجدات بحيث أنه يقدر أنه يتصدى لها ليس من خلال العمل على الخدمات الصحية وإنما العمل على تنمية جميع المحاور والبيئة التي يعيش فيها الإنسان أي شيء صعب ولا سهل؟ لا طبعاً ليس سهل وأكبر تحدي في هذا الموضوع أنه يحتاج إلى تعاون قطاعي كبير يعني يمكننا أن نكون سهل علينا لما كل واحد يشتغل بروحه وزارة الصحة بروح وزارة التربية والتعليم وزارة الأشغال البلدية الداخلية مؤسسات المجتمع المدني القطاع الخاص كلنا في مجاله يبدع ينجح لكن العمل في منظومة المدينة الصحية يعتبر تحدي في ناحيتين أولاً أنت تنقل المسؤولية من الارتقاء بالصحة يتم إذا ارتقيت بوايد أشياء لو ارتقيت بالتعليم ترتقي بالصحة لو ارتقيت بالاقتصاد ترتقي بالصحة الأمن خط أساسي لازم نبني عليه أي تنمية نبيها لكن اللي مطلوب في المدينة الصحية أن المجتمع هو اللي تكون للقيادة مو أي وحدة من المؤسسات الحكومية دورنا في وزارة الصحة نحن المنسقين مدربين نقود العملية من الناحية التقنية لأن هذه مبادرة عالمية من منظمة الصحة العالمية ومتبنيتها وزارة الصحة لكن نحن اليوم نتكلم طبعاً عن المجتمع الكويتي على المستوى الوطني الأمر الثاني وهذا في جمال المدينة الصحية أن أنت داخل المدينة الصحية مطلوب أن يكون تعاون كل القطاعات تحدد لها رؤية وحدة أن كل من يشتغل يمكن في مشروع ذو اختصاصة وهو مختلف عن الاختصاصات الأخرى لكن المجموع يشتغل مع بعض لتحديد رؤية وحدة هدفنا في النهاية تحسين الصحة يمكن نشتغل مشروع في المدارس بنفس الوقت نشتغل في الجمعية نشتغل في الشارع لكن في النهاية هدفنا أن تتحسن الصحة 80 معيار على أساسها يطلق على هذه المنطقة أنها منطقة صحية شنوها المعايير هذه أبرزها نعم نحن في منظومة المدن الصحية طبعا مثل ما قلت هي مبادرة عالمية حطيتها منظمة الصحة العالمية والمعايير الثمانين اللي حضرتك تكلمت عنهم محطوطين من قبل المنظمة ومحطوطين لجميع دول إقليم شرق المتوسط اللي الكويت تنتميلة هذه المعايير الثمانين مقسمة على تسع محاور محور رئيسي فيها تنظيم المجتمع محور ثاني رئيسي المشاركة المجتمعية التعاون القطاعي بعد ذلك في محاور التنمية نحن نتطلع للمبادرة على أنها مشروع تنمية مو مشروع خدمات مو مشروع بس تطوعه لكن مشروع مجتمع يريد أن ينمي نفسه وينطور قدراته عشان يصبح أكثر قدرة على مواجهة تحديات الصحة فلازم يكون في عندنا تنمية صحية تنمية تعليمية تنمية بيئية وهذا محور جدا جدا مهم في محور وايد مهم اللي هي التنمية البيئية المحافظة على الموارد واليوم إحنا مو بس نحافظ على ما هو موجود إحنا عندنا نظرة مستقبلية فاليوم إحنا صح قاعدين نشتغل أجزاء مناطق لكن إحنا نظرتنا مستقبلية أن في يوم رح نطلق على كل الكويت أو كل مناطق الكويت أنها تكون مناطق صحية فيندنا من الكويت مدون صحية؟ الآن فيما يتعلق بالوضع في الكويت طبعا قضية أن المدينة تكسب هذا التقييم هذا الاعتماد كمدينة صحية العملية فيها مراحل أول مرحلة أن المدينة تنظم نفسها وتبدي رغبتها في الانضمام لهذه الحركة العالمية فإحنا نوجه داخل المدن لما نبدأ نشوف المجتمع بدأ ينظم نفسها أن تتكون شيء اسم لجنة تنسيقية في الغالب هي بقيادة المختار لكن أعضاءها يكون رئيس المركز الصحي رئيس المغفر ممثل عن الجمعية ممثلين من مدراء المدارس عن القطاع التعليمي كل المؤسسات الحكومية ممثلة سواء البلدية الأشغال المواصلات بالإضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني وهذه جدا مهمة لأنها تقود العمل التطوع وعندها خبرة في التواصل مع الناس بالإضافة للشراكة الهامة مع القطاع الخاص لما تكون المنطقة مستعدة ستتسجل في شبكة المدن الصحية العالمية هذه نحن نسويها ضابط الاتصال الوطني دكتور أحمد الشطي وهو يتولى تسجيل نموذج معين يمكن أنا يعبى معي هذه الأداة التي طورناها في الكويت عشان نسهل العمل في منظومة المدن الصحية أنها تشتغل على هذا الأمر هذا الدليل يحتوي أول شيء التعريف بالمفهوم بعدين يحتوي على الخطوات اللي مطلوب تأخذها المدينة عشان تنتمي للمنظومة يمكن عندنا بعدين النموذج التسجيل اللي لازم المنطقة عشان تسجل نفسها طبعا هذا النموذج لازم يعتمد من المحافظ بعد ذلك تتسجل للمنطقة ويمكن أنا هنا في هذه الصورة قديمة في الدائرة البرتقالية تقول أن المدينة انضمت وأصبحت عضو في شبكة المدن الصحية الإقليمية لكن هذا معناها أنها تسجلت ومعناها أنها اعتمدت متى تعتمد لما هي تبدأ تشغل على المعايير الثمانين وتبدأ تتطبق وبعدين تتوقع على خطاب تعاون هذا التزام سياسي يجمع ما بين المحافظ وممثل المنظمة وممثل عن وزارة الصحة طبعا هو يمثل الوزارة وكيل وزارة الصحة دكتور خالد السهلاوي تصير الدائرة زرقة بعد ذلك المدينة تشتغل على المعايير الثمانين لما تشوف نفسها النهية قادرة تستوفي ثمانين في لم يمنها المعايير النادي فريق للتقييم في البداية يصير تقييم محلي ثم بعد ذلك يصير تقييم من منظمة الصحة العالمية إذا وجد وأثبتت المدينة أنها اشتغلت وحطت في مكوناتها ما يثبت استمراريتها العمل على الثمانين معيار تعتمد كمدينة صحية في الكويت حاليا يمكن هذه الخريطة شوي قديمة فيها كان أربع أو خمس مناطق نحن اليوم سجلون سبع مناطق اللي أهمة اليرموك العدالية الرحاب مبارك الكبير منطقة السرة الزهرة وضحية جابر العلي في محافظة الأحمد هذين مناطق صحية هذين مناطق سجلة وبرتقالية ما عدا اليرموك اللي هي الآن زرقة لأنها وقعت على خطاب تعاون ولله الحمد العمل في منطقة اليرموك يعني قاعد يتم بخطوات نحن نفخر فيها ونفخر أن يكون في عندنا مجتمع مثل المجتمع أو ما قاعد يحدث في مدينة اليرموك ما فيه باليرموك ما فيه باليرموك أولا في عندهم قيادة قيادة تريد أن تأخذ هذا الموضوع للأمام تريد أنه يتحقق القيادة هذه تمثلت بدءا بشخصية مختار المنطقة أنا أدعوه له بالتوفيق دائما في كل ما يعمل السادة عبد العزيز المشاري قيادة تحققت في الرغبة في الانطلاق من حدود ما يتحتم من اختصاصات رئيس مركز صحي ممثل بدكتورة هوداد ويسان إنها تريد أن تزيد من طاقتها في حماية الصحة ووصولها للمجتمع أيضا القيادة التي تمثلت في المؤسسات الموجودة يعني عندنا فرع البلدية رئيس المغفر الجمعية التعاونية كان فيه عندهم دعم وايد كبير للحركة ثم بعد ذلك وهذا عنصر وايد مهم اقتناع أهالي اليرموك بأهمية أنهم يعطون من نفسهم بشكل تطوعي لأن جوهر الأمل في العملية المدن الصحية التطوع اللي بيشتغل لأنه ناطر مكافأة أو لأن ناطر أجر مقابل عمل ما رح ينفع ما يفعلون عادة سكان السكان لازم ينظمون نفسهم في تكوين اللجان الفرعية اللي تشتغل يعني لازم تتكون عندي لجنة تنمية صحية الآن لجنة التنمية الصحية لنفرض أنا بأخذ مثال اليرموك لكن ولا هانا والمناطق الثانية وعلى فكرة إحنا صح عندنا سبع مناطق سجلت حتى الآن لكن نحن مجموعة المناطق اللي قاعد نشتغل عليها في الكويت 16 منطقة نعم وجريب إن شاء الله رح تسمعون خبر يديد بإضافة مناطق يديدة للمناطق المسجلة ونأمل بإذن الله أن في يوم رح نعتمد أول مدينة كويتية كمدينة صحية وأيضا إحنا عندنا هدف أن نكون نشتغل على المحافظات وبيوم الأيام رح نعلن محافظة صحية مو بس مدن أو مناطق سكنية إلا الوصول إلى الهدف الرئيسي والنهاي بالنهاية أن تكون الكويت كلها مدينة صحية بالضبط طي في حال صارت الكويت مدينة صحية شرح نستفيد رح تقل الأمراض شنو الفائدة سؤال وايد مهم أشكرك عليه السيد داري شنو فائدة أن المدن تسعى أنها تكون مدن صحية أولا هي في فائدة عامة على كل المناطق وكل الدول أن أنت في النهاية رح ترتقي بالرصيد الصحي للمجتمعات وارتقاء برصيد صحي معناها أنت قاعد تدعم التنمية في هذه المجتمعات لكن إحنا في الكويت محتاجين جدا لتطبيق هذه المبادرة يهمنا جدا أن تكون في عندنا مثل هذه المبادرات لماذا؟ الوضع الصحي في الكويت فيه شوية تراقض فيه عندنا ارتقاء على حسب المعايير العالمية إحنا في دولة الكويت ضمن المعايير والتصنيفات العالمية كخدمات صحية إحنا في موقع مرتفع جدا متقدم على مستوى معدل الإصابة بالأمراض ومعدل الوفيات والمضاعفات والإعاقات إحنا في مستوى خطير إحنا ثاني دولة في معدل الإصابة بزيادة الوزن إحنا تقريبا الخامس أو السادس في معدل الإصابة بالسكر وفياتنا قاعدة تصير بشكل كبير وفياتنا قاعدة تصير بسبب أربع أمراض مزمنة هي الضغط والسكر والقلب والأمراض السرطانية وممكن نضيف لها الأمراض التنفسية أسباب هذه الأمراض هي سلوكيات وهذا مو أنا أقوله هذا الآن من البراهين الطبية اللي يقوم عليها تدريس الطب سلوكيات مثل سلوكيات تهدم الصحة معدل التدخين عندنا في الكويت جدا مرتفع وللأسف الوضع يعني مو قاعد يتجه نحو الاتخاذ التدابير اللي هي ممكن في النهاية تأدي إلى أن نحن نقلل معدل التدخين بين الرجال البالغين في الكويت 36% بين الفتيان اللي من 13 إلى 15 25% بين النساء 3% وبين البنات وهذا مؤشر خطير من 7 إلى 8% هذين الحين وهم صغار بعد 10 سنين بيصيرون بالغين الإدمان في عملية التدخين شديد وخطير ومستمر إذن كلهم رح يدخلون حق سوق التدخين التدخين العامل الأول للإصابة بأمراض القلب والوفاة المبكرة تمام تلوث البيئي تلوث البيئي واحد من الأشياء اللي إحنا لجب أن نركز عليها ولما نتكلم عن البيئة إحنا مو بس نقصد التلوث إحنا في عندنا أكثر من شغلة لازم نشتغل عليها في مجال البيئة شلم مثل التخلص من النفايات حاليا في الكويت شني صناعة تدوير النفايات اللي موجودة عندنا إحنا هذا مورد ممكن يدر على البلد إحنا ليما الحين ما أخذنا فيه خطوات جريئة خطوات يجب أن تدعم من متخذ القرار الصناعة يعني شوي بطيئة جدا في دول بلت يعني في المنطقة بلت بعدنا وحققت نجاحات تدوير المياه شيء اسمه المياه الرمادية تدوير النفايات الاستفادة إحنا عندنا مشاكل في قضية التخلص من الإطارات وكان متجمعة في مواقع مثل الحية وكان عندنا مشاكل الحرائق في صناعة لتدوير هذه الإطارات يعني سفلتت الشوارع فيها وفي تجارب ناجحة ليش نحن مقاعدين نلقى هذا يتحول إلى صناعة قائمة الأمر الوايد مهم إحنا في الكويت عندنا تهديد بيئي من ناحية مصادر المياه مصادر المياه جدا محدودة شنو قاعدين نسوي لاستدامة الموارد إحنا اليوم الكويت ما يبمازل عند دول العالم اليوم العالم كله ومن ضمنهم الكويت 193 دولة وقعت على ميثاق الكويت احتضنت هذا الاجتماع ووثقه على فرص متاحة لـ 2030 17 هدف انحطت وانحط لها مجموعة من الغايات اللي يجب أن تحقق وقعت عليها دولة الكويت كلها تتكلم عن استدامة في الموارد استدامة صحية استدامة بيئية استدامة العيش الرغيد للناس وهذا واحدة من الأهداف اللي نحن نبيها تكون في المناطق الصحية نحن نبي الناس تصير خالية من الأمراض بس نبيها تعيش بكرامة نبيها تعيش بمستوى اقتصادي جدا ممتاز يتيح للأسر أنها تنمي نفسها للمستقبل ونقطة واحد مهمة وأبي أضيفها نبي الناس يكونون سعداء في دول الآن صارت حاطة وزارات للسعادة والرفاه نحن لا نبي وزارة بس نحن نبي أن يتحقق التنمية تتحقق هذه التنمية الصحية حماية المرصود الصحي للأفراد في المستقبل بحيث أن نحن لا نظل نئن من عبء الأمراض المزمنة على المجتمع الكويتي نبي الناس تعيش حياة صحية وزن صحي أكل صحي حياة بدون أمراض لكن أيضا تؤدي كل هذا وهي حاسة بالاكتفاء حاسة بالسعادة حاسة بقدرتها على أن تكون منتجين أفراد منتجين في المجتمع يا رب نتمنى ذلك إن شاء الله كل شكر لكم عساكم على القوة شكر لك رئيسة مكتب المدنة الصحية الدكتورة آمالة اليحية عساك على القوة إن شاء الله وتحياتنا لكل من يعمل بالنهاية مسؤولية اجتماعية يجب على المجتمع ومساة الدولة وكل من هو على أرض هذه البلد الحبيب أن يتكاتف لتكون الكويت إن شاء الله في القريب العاجل مدينة صحية كاملة متكاملة خالية من الأمراض كما يحبها الجميع